بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا شرح بسيط لجدول الاختبارات النهائية الإلكترونية أنه تم التعميم على جميع القلاب بأن الاختبارات إن شاء الله هتكون في معامل الجامعة في فرعيها في خنيونس وفي غزة بداية الجدول هيكون عبارة عن خمس أيام بداية من 2.1.2022 هو اليوم الأحد أو حتى 6.1.2022 اللي هو يوم الخميس المصاق الأول هيكون السيرة النبوية وهيكون فيه أكثر من محاضر له الدكتور أحمد الباز ودكتور رمضاني الزيان ودكتور صلاح الكحلوت ودكتور طهر النحال ودكتور عبد الكريم الضاش ودكتور عبد اللطيف ريان الشرح هذا لألية دخول الطلاب إلى الاختبار في معامل الجامعة ورح يتم تزويدكم إن شاء الله بأرقام المعامل والمباني الخاصة فيها الخاصة بكل من الطلاب والطالبات لأنه هيكون فيه معامل للطلاب ومعامل للطالبات إن شاء الله بداية إننا نيجي في الفترة الأولى اللي هي من 8.5 للساعة 10.5 سيكون جميع الطلاب عند جميع المحاضرين اللي هم من حرف الألف إلى حرف الذال من حرف الألف إلى حرف الذال لو جينا هنا عندنا حرف الألف إلى حرف الذال طلاب وطالبات عند جميع المحاضرين تمام؟ هيكون في عندنا من الساعة 8.5 للساعة 10.5 فرع الجامعة في غزة وفرع الجامعة في خانيونس كمان نفس الاشي طلاب وطالبات اللي بيبدأ اسمهم بحرف الألف لغاية حرف الذال هذولا كلهيتهم هيكون معادهم من الساعة 8.5 للساعة 10.5 عند جميع المحاضرين مش عند محاضر واحد فقط الفترة الثانية هتبدأ من الساعة 10.5 للساعة 12.5 هتكون خاصة بيه الطلاب اللي بيبدأ حرف اسمهم بحرف الراء إلى حرف اللام من حرف الراء إلى حرف اللام والطالبات من حرف الراء إلى حرف الغين طالبات من حرف الراء إلى حرف الغين هذي هتكون الفترة الثانية في غزة ونفس الشي في خانيونس هيكون الطلاب من حرف الراء إلى حرف اللام والطالبات من حرف الراء إلى حرف الغيام طبعا عند جميع المحاضرين وليس محاضر واحد بعيد وبكرر فيها الفترة الثالثة والأخير هتكون من الساعة 12.30 للساعة 200.30 هتبدأ للطلاب في فرغزة من حرف الميم إلى حرف الياء يعني الآخر طالب هيكون خاصة بالطلاب اللي اسمهم بيبدأ بحرف الميم لغاية حرف الياء والطالبات من حرف الفاء إلى حرف الياء بالنسبة لفرع الجامعة في خان يونس هيكون للطلاب من حرف الميم إلى حرف الياء والطالبات من حرف الفاء إلى حرف الياء بعيد وبكرر عند جميع المحاضرين وليس محاضر واحد لأنه حد شي يجي يقول أنه أنا عند فلان أو عند فلان لا كل الطلاب اللي حرفهم بيبدأ بحرف الألف إلى حرف الذاء هيكون معادهم من 8.5 لحتى الساعة 10.5 عند جميع المحاضرين تعالوا نشوف اليوم الثاني اللي هو مصاب القدس والقضية هيكون عندنا ثلاث محاضرين دكتور إبراهيم عبيد دكتور حسان حنودة ودكتور مستاذ مرفة سردع بداية النفس الشيء هيكون فيه عندنا الفترة الأولى من 8.5 لـ 10.5 هيكون عندنا الطلاب في غزة آسف الطلاب والطالبات هيكون من حرف الألف إلى حرف الذال الطلاب والطالبات من حرف الألف إلى حرف الذال وفي فرع خان يونس كمان الطلاب والطالبات من حرف الألف إلى حرف الذال كلهيتهم هيكون في الفترة الأولى اللي هي الساعة 8.5 للساعة 10.5 الفترة اللي بعديها هتبدأ من الساعة 10.5 للساعة 12.5 لدى التلاث محاضرين هيكون عندنا بداية من حرف الراء إلى حرف اللام بالنسبة للطلاب والطالبات من حرف الراء إلى حرف الغين بالنسبة للطالبات اللي بعديها هيكون في عندنا إن شاء الله في فرع الجامعة في خان يونس الطلاب نفس الشيء من حرف الراء إلى حرف اللام وبالنسبة للطالبات من حرف الراء إلى حرف الغين آخر فترة اللي هي من الساعة 12 ونص إلى الساعة 2 ونص هتكون في عنا ابتداية بالنسبة للطلاب في فرع الجامعة في غزة من حرف الميم إلى حرف الياء والطالبات من حرف الفاء إلى حرف الياء ونفس الشيء بتكرر في فرع الجامعة في خانيونس بالنسبة للطلاب والطالبات هذه بالنسبة للأيام اللي فيها مصاق واحدة أو مادة واحدة فقط تعالي نشوف في اليوم الثلاثة الموافق أربعة واحدة ٢٠٢٢ في عندنا مادتين لهم Harrison درسية بحفية والقيادة والإدارة بالنسبة للمادة الأولى في عندنا إلها فترتين الفترة الأولى هتبدأ من الساعة 8 ونص للساعة 10 ونص هتكون خاصة لجميع الطلاب والطالبات اللي أسماءهم تبدأ من حرف الألف إلى حرف الط الفترة الأولى لجميع الطلاب والطالبات اللي أسماءهم تبدأ من حرف الألف إلى حرف الطالب هذا في فرع الجامعة في غزة أما بالنسبة لفرع الجامعة في غخان يونس لجميع الطلاب والطالبات اللي أسماءهم تبدأ من حرف الألف إلى حرف الزين تعال نشوفها أكبر بالنسبة للفترة التانية لو جينا للفترة التانية عندنا هنا من الساعة عشر ونص للساعة اتناعش ونص هتكون بالنسبة للطلاب بتبدأ من الطلاب اللي هم أحرفهم بيبدأ بحرف العين إلى حرف الياء والطالبات من حرف السين إلى حرف الياء والطالبات من حرف السين إلى حرف الياء بالنسبة لفرع الجامعة في غزة يونس والطلاب هيكون بداية من حرف العين إلى حرف الياء والطالبات نفس الشيء من حرف السين إلى حرف الياء بالنسبة للمادة الثانية اللي في نفس اليوم هو تبع يوم الثلاثة لو جينا نشوفها هي لها فترة واحدة فقط اللي هي من الساعة 12 ونص للساعة 2 ونص وهتكون مخصصة لجميع الطلاب والطالبات المشتركين في هذه المواد عند المحاضرين الاثنين اللي هي من حرف الألف إلى حرف الياء في فرع الجامعة في غزة وهيكون نفس الشيء جميع الطلاب في هذا الوقت من الساعة 12 ونص للساعة 2 ونص في فرع الجامعة في خنيونس بالنسبة ليوم الأربعة اللي هو الموافق 5-1-2022 كمان هيكون فيه عندنا مادتين اللي هي الحياة الأسرية والصحة العامة الحياة الأسرية هيكون وقتها من 8 ونص للساعة 11 وجميع الطلاب والطالبات المشتركين في غزة هيكونوا في هذا الوقت من 8 ونص للساعة 11 ونفس الحاجة في خنيونس جميع الطلاب والطالبات المسجلين في هذه المادة اللي هي الحياة الأسرية هيكونوا في فرع الجامعة في خنيونس من الوقت من 8.5 إلى 11 المادة الثانية هتكون مخصصة لها الوقت من الساعة 11.5 إلى الساعة 1.5 جميع الطلاب والطالبات نفس الشيء في غزة وجميع الطلاب والطالبات في خان يونس اللي هو من حرف الألف إلى حرف يعني جميع الطلاب لآخر يوم اللي هو يوم الخميس الموافق 6.1.2022 هيكون في عنا مادتين كمان أو مساقين اللي هي جغرافيا فلسطين والوطن العربي ومبادئ السلام والأمان بالنسبة للمساق الأول جغرافيا فلسطين والوطن العربي هتكون وقتها من 8.5 للساعة 11 لجميع الطلاب والطالبات وبالنسبة هذا لفرع غزة أما بالنسبة لفرع خان يونس هيكون كمان نفس الشيء جميع الطلاب والطالبات في الوقت من 8.5 إلى 11 فقط أما بالنسبة لمبادئ الأمن والسلام هيكون وقتها من الساعة 11.5 لحد الساعة واحدة والنص في جميع الطلاب والطالبات في فرع غزة ونفس الشيء جميع الطلاب والطالبات في فرع خان يونس أنا ممكن أجي على الساعة 11.5 ممكن أجي على 11.12 إلى ربع ممكن أجي على 12 معاي من 11.5 للساعة واحدة ونص برجاء الالتزام بالمواعيد والفترات الموجودة وبالأحرف كل طالب يعرف الحرف الخاص فيه والوقت اللي هو المخصص إله لأنه هيكون في عندنا أفراد من أمن الجامعة ووقفين على البوابات ورجاء الالتزام بالهدوء أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله